في حوار لها على إذاعة ديونافين في ولاية أسفيقس عربية حمادي أحكيت على برشة مواضيع تهم عديد القضايا اللي تمها هي والأسليم شبوب والأسامير الويفي وغيرها من المواضيع لكن زادة أحكيت على عيش عطية ولفير اللي أعلمت وقت عيش عطية أنها حامل ومبعد تبين اللي الحامل هذا زائف حامل كذا بخطرية حاب تتوصل رسالة معينة ووضعية متاع طفلة صرت لها كهذه كنا حكين عليها طيب خليكم الفيديو تتفرجوا في الحكاية الكل عربية حمادي حكيت في الانتربيو في إذاعة ديونافين على عيش عطية وقالت اللي تعمل فيه يعني معجب هاش هي ومش بطريقة هذي كهدفة على الأمة هيت العازي بيت وقالت شنو الهدف اللي تعمل فيه يا عيش عطية وجهت لها الرسالة وسؤال هذية وحابت تقول عربية حمادي اللي عايش عطية ما عرفتش كيفيش توصل المساج اللي حابت توصله بالنسبة لللي كان يسيروا هذوكم وقالت الأمة هيت العازي بيت والمساج ما وصلش بالك دير برشا نيز زيدة مشكين عربية حمادي قالوا اللي ما همشوا مصدقين معناها انه عيش عطية حابت توصل المساجها ذيكا وقالوا اللي عايشها هي حابت تعمل البوز لا أكثر ولا أقل وحتى ظهورها مع نوف الورتيني في قناة التاسعة ما عجبش برشا لعبات وما وصلش كأحساس للنسبة لكلهم شايفوا اللي عايش عطية تمثل يسر معناها مش ذيكا الحقيقة اللي هي تحبت تعاون للأمة هيت العازي بيت ما تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بش يوصلكم الفيديوهات تلك